بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا المشهد إذا صح التعبير هذا بستان صغير من الرمان مصاب بحشرة المن طبعا الرمان من العوائل المفضلة لهذه الآفة وقد كانت الإصابة خفيفة إلى متوسطة في بعض الأشجار لوجود ما يعرف بالتوازن الحيوي وجود أعداء حيوية مختلفة من مفترسات وطفيليات هذه الأعداء الحيوية عملت على منع هذه الآفة من التكاثر وإحداث ما يعرف بالكثافة العددية المرتفعة أو الفورانات فكانت المسألة في توازن توجد مستعمرات متفرقة على الأفرع ولكن بعد رش هذه الأشجار بالمبيد أدى إلى موت كل هذه الأعداء الحيوية خنافس أبو العيد ما يعرف بالكوكسلين لدي لدي بيتل كثير من الدبابير رتبة غشائية الأجنحة مفترسات وطفيليات أنواع كثيرة من دبابة السيرفد كانت موجودة بكثافة أسد المن كان موجوداً بكثافة أيضاً كانت تعمل على كبح جماح حشرة المن من التكاثر وتكوين مستعمرات كثيرة لكن عملية المكافحة أدت إلى انفراد هذه الآفة بهذه الأشجار وأحدثت إصابة قوية جداً لسببين يعني رئيسيين هما قتل الأعداء الحيوية التي كانت تمنع المستعمرات من النمو عند بدايتها ومقاومة المن أساساً المن يقاوم كثير من المجاميع الكيميائية التي تتكون منها المبيدات الحشرية حساسية هذه الأعداء الحيوية للمبيدات لأنها تقضي فترات طويلة بعيداً عن الحقول الزراعية في أطراف الحقول أو على النباتات البرية فهي أكثر حساسية للمبيدات كذلك هناك كثير من الأوراق العلمية توصلت إلى أن بعض المواد الكيميائية تعمل على تحفيز حشرة المن للتوالد البكري فحدث ما حدث كما نلاحظ كثافة عددية هائلة لحشرات المن لا تخلو ورقة من أوراق الرمان ليس عليها من يعني هذا المشهد أردنا توثيقه حتى نوضح خطورة الاستعمال المفرط للمبيدات لاحظ هذا الفرع كثافة حشرات المن على الأفرع مغطاه الشجرة بالكامل حتى الثمار لاحظ هنا وأهمية مسألة التوازن الحيوي يعني في كل عام في فصل الربيع تنمو البراعم الخضرية والأزهار وهذه تحتوي على كميات كبيرة من الكيربوهدرات والمواد المغذية تجتذب حشرات المن وغيرها للتغذية وتأتي الأعداء الحيوية وتتغذى وتتكاثر على هذه الآفات وتحد من نشاطها وتكاثرها درجات الحرارة ترتفع بصورة طبيعية الظروف المناخية لن تناسب هذه الآفة فتختفي تدريجيا وهكذا تستمر العملية الحيوية في الطبيعة تدخل الإنسان هو الذي يفسد هذا النظام وهذا النسق الرباني الجميل هذا ما أردنا إضاحة في هذا المشهد ونتمنى أن يضيف لكم بعض الأمور التي تفيد في الحفاظ على الميزان الحيوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر